يبدو أن الخسارة المدية الكبيرة التي منيت بها الخزانة الأمريكية على مدى أربع سنوات نتيجة دعمها وتدريبها لمجموعات إرهابية تسميها واشنطن بالمعارضة المعتدلة في سوريا كانت سببا في إيقاف برنامج الدعم هذا وليس كما يروج مسؤولون أمريكيون عن اهتمام الإدارة الأمريكية بإيجاد سبلا للتقارب مع روسيا المصلحة الأمريكية كانت تاغي على توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية لتسليح الإرهابيين في سوريا حيث تم إنفاق نحو 500 مليون دولار أمريكي من أموال دافعي الضرائب الأمريكية ما بين عامي 2014 و2015 لتدريب 54 عنصرا فقط من هذه المجموعات الصحف الأمريكي المختص في مجال التحقيقات ريك ستيرلينغ أوضح أن برنامج تسليح ما يسمى المعارضة مخالف للقانون الدولي ووقف ترامب له يعد أمرا إيجابيا وحسب قائد القوات الأمريكية الخاصة الجنرال توني توماس فإن وكالة الاستخبارات الأمريكية أوقفت دعمها لهؤلاء الإرهابيين بعد تقييمها لطبيعة البرنامج وتأكيد تقارير استخباراتية ومصادر في الكونغرس الأمريكي بانكشاف فضائح وقوع الأسلحة الأمريكية بيد التنظيمات الإرهابية ومن بينها كل من تنظيم داعش وجبهة النصر الإرهابيين